على خلفية قرار إداري بحلي تسبب في تجميد مشروع 600 سكن أغرم القرارة منذ أكثر من عشر سنوات كاملة احتج اليوم المستفيدون من المشروع التساهمي استنكارا لهذه الوضعية خاصة وأنهم أودعوا فيه كل مدخرته مهم في ريحان شبابهم واليوم أصبحوا كهولا ولا آمل يلح في الأفق معمقة بذلك أزمتهم مع السكن ما عندنا عشر سنين كي دفعنا الدوسيات تع السكنة هادو ماش فينا اللرض ماش فينا السكنة ماش فينا والو دفعين 75% راهم هذا على البروزي هذا ما بنونا تعسينا ها مرام الدوسيات عندي هنا هازو في راهم ها الأسيانان عطتنا الأوكي المشروع هذا توقف سنوات أولا شهد عراقيل كثيرة وكثيرة جدا راهم وقف اليوم من طرف السلطات الولائية بقرارة تعسو فيه لأسباب مجهولة جدا ما يغطاد له هؤلاء أن أسماءهم أدرجت في قوائم البطاقية الوطنية للسكن ما جعلتهم يحرامون من الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى مدامنا مكتثبا هنا ما عندنا حق في أي سكنة تعدولا مطلقا عندنا غير هادو وراهم وقفة أكثر من عشر سنين إلى متى الحقرة اللي رانا فيها إلى متى المجلس البلدي للقرارة وقف عاجزا أمام الإشكالية الخارجة عن سلطته داعينا الخيرين للعمل لحل الإشكالية وتمكن المستفيدين من سكناتهم يعني وحنا كبلدية من اللي تنصبنا إلى غير اليوم حاولنا بكل جرأة أننا نحل هذه الإشكالية هذه العالقة يعني بين المتساكنين وبالفعل حققنا كثير من المشاكل حلينها بقلنا هاد المشكل مشكل عاوز شوية يعني لازم له كل الأطراف تتعاون كسلطات محلية بلدية ويلائية حتى السلطات الأمنية وكأعيان كمجتمع مدني كلنا نشاركه بكل جرأة وبكل يعني قانونية باش نحل هذه الإشكالية لأنها من غير المقبول أنه مشكل كما هذا لعنده حل لابد عنده حل أي مشكل عنده حل إذا توفرت الإرادة والجرأة نتوصله إلى حل في أقرب وقت شاء الله وفي الانتظار هل سيكلف الوزير نفسه عناء البحث في الملف مثل ما يفعل مع مستفدي عدل واحد والتي كانت في نفس الحقبة الزمنية أم أن القرارة التي تقع ضمن باقي أرجاء الوطن خارج الاهتمامات